عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض الجنة في الإسلام هي دار الثواب لمن أطاع الله وصلح عمله في دنياه يقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والجنة جنات وجنان وردت لها في القرآن عدة أسماء وأوصاف إليكم بعضها جنات عدن العدن بمعنى الإقامة والدوام بالمكان فهي جنات المقام فيها أبدي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنة النعيم تكرر أكثر من غيره في القرآن لعظم ما في الجنة من نعيم قيل اسم لجميع الجنة وقيل بل لجنة من الجنات تقع بين عدن والفردوس فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم جنة الخلد سميت بالخلد لأنها خالدة باقية لا تفنى ولا ينقطع نعيمها ولا يفنى ساكنها أو يموت وقال تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون دار الحيوان قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الدار الآخرة أي الجنة والحيوان بمعنى الحياة أي أنها دار الحياة الدائمة التي لا موت فيها جنة الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا للجنة أسماء أخرى وصفات منها دار المقام ودار السلام والدار الآخرة والجنة العالية والمقام الأمين رزقنا الله وإياكم حسن الختام وخير المقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر